المساء الخير كل مشاهدي برنامج باختصار النهاردة اخترنا ان احنا نبدأ الحلقة بتاعتنا بنموذج الشباب اللي احنا بنفرح به اللي كأي أسرة مصرية بتحب ان هي تشوف ابنها يكون إنسان ناجح اللي ما بيستغلش انا ما فيش شغل انا مش لقي شغل انا مش عارف ادور على شغل انا نازل قاعد مع اصحابي على القهوة تحت التكييف بنلعب بطولة كوتشينا بنعمل اي حاجة ونسين خالص ان احنا ممكن نكون عندنا موهبة نستخدم دراستنا ان احنا نعمل حاجات كتير ممكن تخلينا في حتة تانية خالص معي النهاردة شاب جميل طالع معايا علشان خاطر كمان عاوز يعمل مش مجرد ان هو بس عمل حاجة لنفسه لا ده عايز يعمل حاجة للشعب الجميل اللي كله قاعد في البيت مستني سبك كهربائي عنده مشكلة في البيت خلينا نتعرف عليه ونقول لك وإيه الحكاية وبسرعة كده اهلا بحضراتك اعمل ايه الحمد لله بخير احمد انا عارفة ان انت شاب مكتهد خلينا الاول نتعرف بيك وتقول لي انت خريجي انا اسمه احمد موسى موليد 93 انا خارج كلية حقوق الفكرة جيت لي ان انا تقريبا من 3 سنين دخلت مجال البرمجة انا هو صديق ليا وهو شريك معايا البشمان دي ساحما الخميسي بعد كده اشتغلنا سنة اولاين تمام اشتغلنا على نفسنا جامد جدا وربنا كرمنا وفتحنا شركة خلينا بس الوقت الناس ما تعرفش لسه انت بتعمل ايه انا بس عرفت للناس انت اصلا خريج حقوق انا خريج حقوق وبعد كده انت متميز في ايه انا تميزت في البرمجة دخلت مجال البرمجة وتصميم المواقع تمام وبعد كده اتجهت للماركتنج ان انا اشتغل على نفسي وسوق نفسي والشغل اللي انا بعمله وفضل الله احنا نجحنا في الشغل بتاعنا جدا وقدرنا نسبة نفسينا في السوق وفتحنا شركة تمام جميل والشركة بتاعتنا الحمد لله عملت نجاح كبير جدا في السوق ومعانا شركات كتير جدا شغلها بس حبينا نفيد بقى البلد بحاجة احنا كنا شغالين عليها من 6 شهور جميل جدا الحاجة دي عبارة عن ان انا دلوقتي لو انا محتاج سباك محتاج اي حرة في مهني هي خاصة بالنس دول بقى الدكتور المهندس الناس دول خلينا في الاول نقول ان انت اصلا صاحب موقع خدمات مصر بزبط صاح كده بزبط انت وزميلك اسمه الباشمهندس احمد خميس اه الباشمهندس احمد خميس قررتوا ان انتوا تعملوا الموقع ده لخدمة الناس بزبط وبعد كده برضه اكيد انت بعد كده هتستفد منه اه اه بس هو حاليا احنا كنا بنعمل احنا كنا عاملين ليه اشتراك زي شهر كده اه انا بوفر للحرفي او المهني اللي هو مع احترامي للفئة دي كلها ان مش هيقدر يدخل على النت او يعمل موقع او يسجل بياناته ان انا هسجل لك البيانات بتاعتك عندي على الموقع تمام مقابل 200 جنيه في الشهر جميل بس في اه اه انا لو جيت احسبها بحسبة تانية هو لو حاب يعمل موقع هيعمل موقع ب5000 وده اللي تكلفة لو حاب يعمل ماركتنج على محرك البحث في جوجل هيصرف في الشهر 3000 يعني انا بتكلم في سنة 36000 زائد 5000 41000 جنيه و هيظهر في منطقة بسيطة انا هنا غطيت مصر كلها غطيت كل المدن بطاعة مصر بكل المهن الحرفية عندنا ناس كتير جدا من المهن دي اه مشتركة معنا في الموقع احنا بنسهل عليه ان هو ما يشتركش احنا بناخد رقمه صورة بطاعته بيتم الكشف على صورة البطاعة لان احنا الاسر اللي هيدخل عندها السباك او النجار او المبلط او اي حرفي دول يعتبر بيتنا فلازم نبقى عارفين مين اللي داخل جميل بنوفر عليه كل ده و حضرتك بيفضل 24 ساعة مش 12 ساعة 24 ساعة في محرك البحث في جوجل الفكرة جايت لنا ان احنا عندنا اصلا في مصر ل2019 مستخدم الانترنت 35 مليون حلو جيد 35 مليون دول في منهم 18 مليون بيشتغلوا على محرك البحث بتاع جوجل جميل بيبحثوا عن خدمات كلنا عارضين في البيت ممكن نخش نكتب عايزين افضل سباك افضل كهربائي بالضبط احنا بدأنا نعمل الموقع انا طبعا انا قول بيش من دي ساحما الخميسي والتين بتاع الشركة مشكور طبعا ان هو ساعدنا في المجهود العظيم اللي احنا عملنا ده وغطينا مصر كلها الحمد لله وتقدر دلوقتي لو اي حد دلوقتي سمعنا قدر يبحث عن سباك في التجمع في الزمالك في المنصورة في اي مدينة في مصر سباك او نجار او اي حرفي وكمان في امانة في التعامل ان انا اي حد بيدينا رقمه او بيكلمنا عشان يسجل معنا بيتم الكاشفة على بتاقته تمام بالتعامل مع المدرية بتاعة امن الدهلية مشكورة طبعا ان احنا بنعرف ده مثلا عليه حاجة او عليه اواضع او عليه مشكلة جميل جدا ما بنسجلش رقمه طبعا لكن المتاح ان شاء الله اللي معاليش حاجة بمشيئة الله بيبقى معنا متسجل وتقدر تدخل وتبحثي وتشوف خلينا نشوف نقول لها سأسلك سؤال بس هو انت مهن حرفية بس ولا في شركات ممكن تخش معاك هو الحد الوقتي احنا عاملينه المهن حرفية بس يعني احنا تعرض علينا اكتر من شركة ان هي تاخده الموقع وان هي تموله بس احنا يعني احنا اول ما فكرنا في الفكرة قلنا انها تبقى بحاجة رمزية يعني انا بتكلم السنة كلها بـ 800 جنيه تمام نص السنة بـ 500 تلت شهور بـ 300 لكن في الظروف اللي احنا فيها دي احنا مقدمين الشهر ده كله مجانا ما احنا عايزين بقى نقول للمشاهدين حاجة انه احمد مش بس بيفكر انه هو ازاي يكسبه وقعت في البيت او ازاي يشغل وقته في حاجة مفيدة لا ده هو عشان ظروف البلد الحالية اللي احنا فيها فهو طالع بيعمل خدمة كمان للناس اي حرة فيه او اي سباك كهربائي ايه عندك كلها؟ اي سباك كهربائي نجار فن بتجاز فن تلاجات فن تكيف فن اصنصير انت عمل لهم الخدمة فريد شهر اربع ولو فضلت المشكلة لسه موجودة للأسف العالم كله بيواجهها هيكمل كمان لحد شهر خمسة فريد احنا كمان شغلين دلوقت على تطور في الموقع عندنا ان احنا هنسيب فرصة احنا اصلا الفكرة في الاول قلنا ان احنا مش هنسيب الحرفي هو يسجل بمعنى انا مش عاوز اي حد يدخل يسجل اسمه يسيب رقم تليفونه ويبقى مش مصدر ثقة صح تمام فاحنا دلوقت شغالين على تطور في الموقع ان انا هسيب لك لوكيشن تدخل تسجل فيه بياناتك رقم تليفونه تسيب رقم بطاقتك واحنا نبدأ نبحث انت هل متاح او انت ينفع ان انت تشتغل معانا او لا احنا ليه الاول قلنا من غير لوكيشن لان طبعا الفئة اللي انا زي ما قلت لحضرتك الفئة اللي احنا بنخطبها دي وطبعا هم على راسي كتير منهم ما عندوش اصلا تليفون تتش او كتير منهم مش جاهز ان هو يدخل على نت ويسجل وكده فاحنا عندنا تيم كامل متوفر لخدمة الناس دي ان هو يقدر ياخد رقمه ويسجله ويعمله مقالة جاهزة باسمه وشغالين دلوقت حاليا يعني وانا بكلم حضرتك حاليا فيه ناس بتدخل الموقع بتدخله دلوقت اكتر من 10 تلاف يوميا بفضل الله يعني وشغالين ولسه الفكرة هتكبر باذن الله واتمنى ان نكون نعملنا حاجة للشعب تفيده في الظروف اللي احنا فيها وان شاء الله يعني نكون وصلنا الفكرة بتاعتنا وهي محتاجة كمان مجهود ودعواتكم معانا باذن الله ان شاء الله باذن الله انت قلتلي ان في موقع تاني كمان عندك انت ما توقفتش على ده لا احنا عملنا موقع تاني بفكرة مش موجودة لا في مصر ولا الشرق الاوسط الفكرة مبنية ان احنا دلوقتي اكتر من موقع بلاش يعني ذكر اسماء كل واحد وكل متجر ليه متجر اساس عنده يعني خاص به فاحنا فكرنا احنا ليه ما نعملش متجر متكامل لكل المتاجر دي بمعنى انا دلوقتي حد شبه مثلا اخواتنا اللي في دوميات بيعمله شغل عالي جدا وبستورده برا بتصدر برا وما فيش حد قادر ان هو يوصل الشغل ده والناس اللي مسك عاملها مواقع ليه الاساس هي يعني اللي مسك السوق الناس اللي معاه فلوس انا وفرت الخدمة دي برضو عملت متجر اسمه سيمبل فورنتشر الاساس البسيط تمام المتجر ده طبعا متقارشفه موجودة على جوجل بيقدم خدمات لصحاب المعارض على مستوى عالي جدا 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 بمعنى ان انا بتيح لأي حد عنده معرض ان هو يقدر بيدخل بس لازم يدخل سجل بسجل التجاري بتاعه البطاعة الدربية اسمه ما كانوا بالزبط فين التصوير بتاع المنتجات بتاعته كأن هو المعرض بتاعه اللي على ارض الواقع بقى الانترنت بس مفتوح 24 ساعة ما بميش اي حد من المعارض دي على الموقع تمام بمعنى ان كل المعارض عندي كل المعارض عندي على الموقع واحد جميل انا ساب الاختيار للعميل انت شغلك بيميزك هو العميل هيجي وهيتعامل معاك وهيطلب منك طب ايه الفايدة اللي انا هستفادة انت طول ما انت عندي في الموقع منتجاتك متاحة عندي انت بتستفيد الشحن احنا متصلين بشركة شحن هتاخد منتجك من عندك توديلها العميل بيبقى معاك ليحط تحكم خاصة بيك تتواصل بقى مع العميل محدش يقدر يكشفها غيرك انت وتقدر تعاني فيها اكتر من مدير شغال معاك في المعارض بتعرف جالك كم اردر اتبع كم حاجة النسبة اللي احنا عاملينها حاجة رمزية احنا عاملين 10% على المبعات جميل جدا بعد مبعاتك بتعدل 10 تلاف جنيه بناخد 5% طول ما منتجك عندي لو قاعد يوم 2-3-10 ما باعتش حاجة انت بتدفعش اي حاجة المعرض شكله الموقع شكله كأنك انت بتتجول في معرض وقدامك اكتر من معرض بتختار منه المنتج اللي انت عاوزها الفكرة دي ان هي تبقى محصرة كل مواقع او كل معارض الاساس في مصر مش موجودة اللي موجود كل واحد يبقاله معرض فاحنا تميزنا برضو بالفكرة دي وشغلين عليها جدا انت كده يعني اللي فهم كلامك التجار اكتر لكن كده انا كمشاهد مش عارف انا استفدت في ايه انا هقولك انت استفدت ايه انا دلوقتي لما انت بتبحث في جوجل مثلا عاوزها مثلا تربيزة او سدير او عاوزها دلاب بتدخل تلاقي معرض واحد او اكتر من معرض بس هو المعرض بيعرض منتجته هو الواحده جميل تمام انا ما يستهن الشغل عندي او ما يستهن الموقع عندي ان انت هتدخل تلاقي اكتر من معرض عارض في نفس الموقع يعني انا اخش مثلا اعايزة مثلا لو لاطفال فخش اكتب سرير مثلا بدورين بالزبط فهيطلع لي يا ردلي ان في معرض كذا ومعرض كذا في معرض اه عنده متوفر عنده السرير بالطريقة اللي انا محتاجاها بالزبط احنا موفرين اه وموفرين كمان حاجة احنا موفرين في الموقع خريطة لو انت مثلا في الكهيرة او انت مش من الكهيرة وجاية او رحت ضميات ومش عارفة تشتري مني فبتقولي مثلا انت عاوزها مثلا قدوة نوم في خريطة في الموقع بتجيب لك جميع المعارض اللي حاولينا اللي فيها قوض نوم اللي انت طلباها ويقولك ده متوفر عنده كم قطعة وفيه كم قطعة طب العميل هنا بيستفيد بيه انا كده اتكلمت على التاجر او اللي هيعرض عند المنتجات العميل هنا بيستفيد انه هو بقى في بيئة محيطة باكتر من المعرض باكتر من منافسة كل واحد هيتنافس انه هو يحط شغله اكتر ليه او افضل ليه وبيقدر كمان العميل يرجع الحاجات بتاعته اي حد يحط المنتج بتاعه عندنا دمان عشر سيني جميل ضد الصناعة تمام غير كده اي حد من اللي هيقدم المنتج بتاعه عندنا يعني زي ما بيمضى على ورق كده الكتروني انه هو متاح للسرجاء خلال 15 يوم طب جميل الفلوس بتوصل الموقع اللي انا بكلمك عليه ده مسجل قانونا تمام ليه سجل تجاري وبطاقة ضربية الفلوس بتوصل على الحساب الشخصي بتاع الموقع ده وانت كتاجر خلال 15 يوم تقدر تاخد فلوسك مننا احنا كشركة الشركة الام بقى اللي قامة بالدعاية للموقع ده اللي هي شركتنا اللي هي الهرم الرابع تمام الموقع ده كمان بيقدم خدمات ان العميل لو المنتج مطلعش بالكفاء اللي هو شافه في الصور او اللي احنا قلناه يقدر يرجع اه خلال 15 يوم يقدر يرجع وفي ضمان 10 سنين التاجر بيمضي طبعا على الكلام ده كله وما بنقبلش اي حد غير البطاقة الضربية والسجل التجاري جميل يا احنا انا عايزة اقول لك ان انت شرفتين ده شرفتين وانا مبسوطة ان احنا عندنا نمزج من الشباب بجد زيك انا شرفت ان اطلعتها مع حضرتك وانا مبسوط ده قلية شرف الله خليك فانا عايزة اقول لكم بجد ان احمد بيقدم خدمة جميلة جدا ومشكورا ان هو فعايزة الحال اللي احنا فيه ويعني الحال واقف على الكل يمكن تقريبا كلنا حاسين بشوية طبعا كدخل مش موجود هو بيقدم خدمة للشعب فدي حاجة بصراحة لازم يشكر عليها تسلام الله خليك انا انت شرفتيني وان شاء الله بإذن اللي اشوفك من الناس اكتر الناس اللي نجحين لانك تستاهل ده اعاوز بس لو هانا اختم اقول بس سرسالة للتين بتاعي معايا في الشركة وعلى رأسهم طبعا باش مانسا حمد خميسي واشكر والد والدي طبعا لان هم دايما في ظهري وهم دايما اللي بقولي لي انت كده يعني معايا وهم اللي وصلوا اللي انا فيه بعد ربنا الحمد لله يعني ربنا يخليهم وكمان الله خليك كمان احنا متاح عندنا تدريب للشباب للماركتنج لان احنا كانوا فكرتنا ان احنا نعلم متى الف مصوق خلينا في مرة تانية نتكلم بس في التدريب بس عشان الوقت الفقرة الاولانية انتهت وربنا نخليلك ببك وممتك طبعا واعزائي المشاهدين يا رب تكونوا قدرتوا يعني نوصل لكوا استفادة ان انت لو محتاج اي خدمة مهنية ممكن بس تكتب افضل سباك افضل سباك او اي مهنة اي مهنة حرفية انت محتاجها بس اكتبها تلاقوا خدمات مصر تلعت ويا رب نكون قدرنا في تقو خلونا بقى نطلع فاصل ونرجعلكو تاني مع دكتور استشاري الوجه والفكين باسم عماد علشان نكمل النقاش ازاي تحمي نفسك ضد فيروس كورونا انتظرونا ورجعنا لكو تاني بعد الفاصل مع دكتور باسم عماد استشاري الوجه والكفين بناء على انا قلت حاجة غيرت دكتور والفكين بناء طبعا على لغباتكو ان في اسئلة كتيرة جدا انتو لسه عاوزين تستفسروا عنها فاتحين المداخلات واي حد عنده سؤال وعايز يسأل دكتور باسم احنا منتظرين اتصالاتكو ازايك دكتور ازايك اخبار حضرتك طبعا خلينا نبدأ انقارضة بسؤال كل الناس بتتكلم عنه السوبرماركت السوق كلنا يعني احنا بنعمل حاضر بالليل طبعا الدولة مشكورة بس دلوقتي مش بفروض ان احنا كمان علينا عامل ان احنا نفضل محافظين عن الوقاية دي ماخدش السوبرماركت نلاقي الناس فوق بعضها من غير كمامات ومن غير جلافز بس احنا قلنا ان الجلافز يعني هو بيلم الفيروسات الحالة اللي فاتت فالافضل ان احنا نخسل ايدينا الناس بقى والمسافات والحاجات ايه رأيك اوكي خلينا نبدأ بداية الكلام بتاعنا ان احنا بنقول ان فيه تلات مهام رئيسية موجودين عندنا تمام عشان نحافظ على نفسينا من فيروس الكورونا اوكي الجزء الاولاني منع انتشار العدوى وده اللي يخص الجزئية بتاعت السوبرماركت وخلافه اوكي الجزئية التانية اللي هي ان ما نحملش الرعاية الصحية او منظومة الرعاية الصحية فوق طاقتها تمام تالت حاجة ان احنا بعد كده نبدأ ان احنا نتعامل مع التداعيات اللي موجودة عندنا بالنسبة للأحداث اللي حصلة ديت ونخطي المرحلة ديت اساسا الى مرحلة احسن من كده دلوقتي الجزء الاساسي اللي هو على كل فرض مطلوب من كل فرض انه هو يعمله انه هو يتبع التعليمات الرئيسية اللي هي المسافة المسافة الاجتماعية المسافة اللي مفروض ان هي تبقى على الاقل مترونس اكيد انت شفتي انا لابس الماسك لحد ما دخلت هنا لحد ما بقاش في اي حد موجود على مدار المترونس او الاثنين متر مني وقلعت الماسك وبعد ما خلاص التسجيل على طول انا هرجع لابس الماسك تاني الجزء الرئيسية بالنسبة لنا ان احنا بتحرك قلتلي نقطة مهمة جدا يعني ان حتى المسافة المترونس دي المفروض ان انت وانت في السوبر ماركت ما تبقاش داريكت بس كده ده المفروض ان هي في سنة يمين وسنة شمال ده مظبوط طبعا داخل السوبر ماركت لان بنبقى التجامعات الكبيرة بالضبط لان نعرض الصورة والصورة دي من المانيا هم محددين الاماكن بالنقط الحمراء اللي الناس تقف فيها محدش بيعدي النقطة دي لنقطة تانية الا لما اللي قدامه بيعدي احنا عندنا مشكلة ان احنا طبعا احنا لازم الثقافة بتاعتنا تتغير شوية طبعا احنا لما بيبقى حتى ايفن لما بيبقى فيه لين على الكشير مفروض ان يكون فيه مسافة ما بين الكشير وما بين المكان اللي بحاسب فيه على الحاجة ومكان اول واحد واقف ولازم يكون فيه اتنين متر ما بين يوم ما بين كل واحد المسافة دي لازم يتحافظ عليها احنا بنشوف الدول اللي نجحت في التعامل مع الفيروس بتاع الكورونا وبنحاول ان احنا نشوف ايه اسباب النجاحات اللي كانت موجودة منهم المانيا وهي المحافظة على المسافة ما بين كل فرد والتاني جميل تاني حاجة المحافظة على لبس الماسك انا لو هخرج من البيت محتاج ان انا لازم اكون لابس الماسك تاعي من ازي ما اتكلمنا في المرة اللي فاتت من اول مخرج من البيت لحد ما ارجع تاني مش ان انا اقلعه والبسه في النص الا في حالة ان انا زي ما بتكلم معيك دلوقتي انا دخلت في مكان ما فيهوش اي حد انا اقلعت الماسك حطه هنا هنخلص وهرجع تاني اماشي ما بين يعني في مسافات ممكن ان انا اقرب من المسافة الطبيعية هلبس الماسك بتاعي تاني لحد ما ارجع تاني المكان اللي انا موجود فيه اهم حاجة المحافظة على المسافات ما بين بعضينا اهم حاجة وراها على طول ان احنا نلبس ماسك اللي ما عندوش ماسك واتكلمتي برضو انتي على الموضوع دوات المرة اللي فاتت وان ندرة الماسك مش موجود والحاجات دي ولسه كنت حتى بعت فيديو بعتوليك النهاردة اللي هو في دولة الاتشيك دولة بدأوا هما نفسيهم يعملوا مسكات من الكلوز العادي من الهدوم العادية طبعا دولة الاتشيك عاملة زينا هنا في بيوت كتيرة فيها مكان حتى بيعملوا بالمكان دو بيعملوا الجرانهم والناس اللي يعرفوهم على المستوى الأسر يعني لو احدا تعرفت تخيط ممكن تاخد اي بلوزة من عندها وتعملها كماسك أهم حاجة ان هي يكون فيها الحاجات المتطلبات بتاعت الماسك الطبيعي ان هي تكون بتعدي الهوى بسهولة وان هو يكون محكم الإغلاق زي ما قلنا في المرة اللي فاتت ان احنا لازم ما يعديش هوا من الجناب او من الجزء اللي فوق او من تحوى لو هتعمله في البيت فهو مش متطلب كل ده هي بس بتحمي نفسها بزبط بس برضو مهم جدا ان هو يبقى مقفول من جميع اللي تجاهد فيه ناس كتيرة بتعمل الموضوع دوتو فيه ناس لان طبعا بدأ يبقى احنا مش عندنا في مصر بس الأزمة بتاعت الماسك او الأزمة بتاعت الوزة او الأزمة حتى even في السوبر ماركت تمام بيدعو برضو هناك ان انت محدش ينزل يروح السوبر ماركت الا مرة واحدة بس في الأسبوع يجيب المتطلبات بس بتاعت الأسبوع المفروض كمان وشخص واحد بس ينزل من الأسرة وشخص بالزبط وشخص واحد بس من الأسرة ولو فيه حد من الناس برضو ان احنا زي ما كلمنا في الأول بنحاول ان احنا نحد من الانتشار ونحافظ على الناس اللي عندها الاحتمالية العالية ان هي تصاب بالفيروس او الاحتمالية العالية ان هي لما تصاب بالفيروس تدخل في مرحلة متطورة من الفيروس وهم دولة الناس اللي احنا بنخاف عليهم الناس الصغيرين يعني حتى الاحصائيات كلها بتقول ان السبعين فما فوقهم دولة اللي فيهم نسب كبيرة جدا بيحصل فيها مضاعفات وبتنزل النسب بعد كده بالسن زي ما قلنا برضو المرة اللي فاتت ان ما فيش اي حالات سجلت اقل من تسع سنين الا حالة واحدة بس كان عندها مشكلة صحية عنده خمس سنين ده الحالة الوحيدة بس لسجلت وبره مصر مش في مصر طبعا هي دي الحالة الوحيدة لسجلت اقل من تسع سنين الجزئية طبعا اللي لازم وتبقى برضو مهمة جدا بالنسبة لنا اللي هو عدم التصارع على السوبر ماركت والزحمة اللي بتبقى موجودة جوة السوبر ماركت ما هو احنا كده ادينا حل بس ياريت الناس تلتزم به يعني احنا مفروض كل اي حد يسع عن سوبر ماركت المفروض يلتزم من هو يسيب مسافة مترو مترو ونص على الاقل يعني زي الصورة اللي انتوا شايفينها مترو ونص على الاقل بين كل شخص وشخص ولو المسافات دي خلصت فالمفروض على اي حد رايح السوبر ماركت يفضل منتظر برا السوبر ماركت لحد ما نبدأ نخلص شراء الحاجات وكل واحد ياخد التزاماته من السوبر ماركت احنا لو نجحنا نعمل ده فاحنا كده يعني عندنا ثقافة عالية من الوعي والتفكير عشان نقدر نحافظ اكتر على نفسنا من فيروس كورونا ده بالنسبة للسوبر ماركت خلينا نتكلم على السوء يا دكتور يعني الواحد اللي داخل السوء دي يعني احنا دلوقتي برضو يعني الحكومة بتحاول تعمل اللي هي تقدر عليه والناس برضو للقصد الشريك جدا المسرين احنا عارفين ان الحكومة عاملة كل اللي تقدر عليه احنا دلوقتي بنتكلم على استهتار شعب مش كله مش هنعمم طبعا ما ينفعش بس احنا بنخصص استهتار الشعب احنا بننزل السوء يا دكتور شوف الناس بتاخد التماطم وتنقل الخيار وتنقل اللمون ورا بعض ومن غير وعي الاسواق اساسا بصفة عامة احنا بنتكلم على السوبر ماركت السوبر ماركت زي وزي السوء الاثنين واحدة ما هو نازل المفروض ان انا بقى لابس ماسك مش لابس ماسك ابقى مغطي على الاقل المنطقة بتاعت منخيري وبقى انا لابس الماسك مش عشان انا خايف منكم انا خايف عليكم اوكي تمام انا بحميكم مني وانتوا لازم تحملون يعني الموضوع لازم يكون متبادل انا لابس الماسك اولا انا لو درجة حرارتي عالية تمام او عندي اي اعراض ممكن يكون في اشتباه ان انا عندي اي حاجة احنا لسه هتكلم في موضوع اشتباه تمام انا المفترض ان انا وانا نازل انا لابس الماسك عشان احميكم انتوا تمام تمام يكون من الناس اللي عندهم قابلية لانه هما يعني يصابوا بالمرض ويدخلوا في مضاعفات للمرض فانا لازم احمي الناس التانية لان في الاخر هو بيدور ما بيننا احنا الاتنين احنا لازم نقطع السايكل اللي موجودة احنا لازم نقطع الديرة اللي موجودة دا الفيروس ما يقدرش يعيش لوحده برا جسمنا لفترة كبيرة ما فيش اي حاجة بتقول انه هو ممكن يقعد اكتر من 24 ساعة ماكس فيه ناس بتقول 3 ساعات على الاسطح 9 ساعات على الاسطح ماكسمم من كل الحاجات وكل الاحصائيات اللي اتعاملت انه هو مش ممكن يبقى اكتر من 24 ساعة تمام فلو حفظنا على الموضوع دوت تمام الموضوع بتاع الاسواق انا لدلوقتي هنزل السوق لازم هو واحد اللي ينزل من الاسرة كلها ده الكلام اللي حصل في الدول اللي فيها مقاومة لهذا الموضوع هو واحد بس اللي بينزل بينزل مرة واحدة بس في الاسبوع بيحافظ على المسافات ما بين الناس بيكون لابس الموضوع عشان يحمي الناس ويحمي نفسه تمام لان برضو احنا مش عارفين انا لا عارف انا عندي ولا ما عنديش ولا انت عارف انت عندك ولا ما عنديش لان فيه 80% من الحالات بتعدي ما بين بسيطة ومتغسطة صح تمام والناس ممكن ما تبقاش عارفة هي عنديك وممكن الناس بممكن يعني فيه ناس جسمها بيقاوم الفيروس وبيجيلها وبتخف منه وهي ما تعرفش بزرط صح كده طب احنا انت قلتك حاجة مهمة جدا يا دكتور يعني كلنا نخلي بالنا من بعض يعني انها عامل كأن اللي قدامي عنده الفيروس وانا عندي الفيروس فانا اخلي بالي انا عشان ما ازيش اللي قدامي ولا هو يقزيني لو كل واحد مشي على المبدأ ده ان كلنا مرضى هنرتاح للأسف لا انه طبعا كلنا هنرتاح بس هو للأسف شريك جدا الناس عندها الفوبيا تمام من انه هو بيعامل كل الناس على انه هم عندهم وهو ما عندهش مش ده اللي مفروض انه هو يحصل انا دلوقتي العدوى بتيجي منين العدوى بتيجي من الرزاز المتناسر لا احنا بنقول احنا كلنا نتعامل ان احنا نخلي بالنا من تصرفاتنا على اساس ان انا ممكن اقزيل اللي قدامي او اللي قدامي ممكن يقزيل لو اتعاملنا بالشكل ده يا دكتور يعني كلنا هنحمي بعض لا بالزبط لو اتعاملنا ان انا عايز احمل قدامي اولا وعايز احمي نفسي بس اولا ان انا عايز احمل قدامي لو اتعاملنا كلنا بهذا الشكل اولا هو بيخرج من الرزاز يعني انا لو مغطي انا لابس الماسك بكحف الماسك بعتس جوه الماسك او يعني في الحالات القليلة بس طبعا احنا وصلنا الى مرحلة دلوقتي نحن بنقول إن التجارب بتاعة الدول كتيرة جدا الصين دلوقتي مفيش مجال لركوب أي نوع من أنواع المواصلات من غير الماسك مفيش حد بيتحرك من غير الماسك الصين نكحة جدا أساسا في المقاومة لحد دلوقتي في حاجات كتيرة جدا شفناها وشفنا ناس موجودة داخل الصين بيصوروا الحاجات فعلا بتيجي وانت داخل المواصلات العامة أو موجودة في أي مكان في الصين وده على فكرة موجودة عندهم من زمان قبل الكورونا لأنهم عندهم ظهر أكتر من فيروس قبل كده فدي زي ثقافة عامة إحنا لازم نغير الثقافة العامة اللي إحنا ماشيين بيها دلوقتي مفيش حد يعتبر نفسه إن لأ أنا يعني بشوف كده لأ أنا مش هلبس ماسك أنا يعني الناس هتتحك علي إحنا قلنا إحنا ما نهتمش بالكلام بخالص إنت حافظ على نفسك ويسيب المستهتر لنفسه يعني يأذي نفسه بعيدا عن أي حد خلينا بس ناخد مدخلة معنا سيادة المستشار أيمان محفوظ المحامي إزاي حضرتك؟ إزاي كفنان سيهاني إزاي حضرتك يا فعند الحمد لله بخير سيادة المستشار أتفضل أنا آسف يعني برحب بيكي وبرحب الدكتور باسم أعلم بيكي وبرحب بكاتبة الصحة والإعلام وكاتبة الإعلام كلها يعني أشكرك خلينا في الأول بس نسألك سؤال أنت رفعت قضية على المطربة إيناس عز الدين علشان طبعا هي يعني كل الناس تقريبا عارفة المشكلة اللي حصلت إن هي قالت إن هي عندها فيروس كورونا ورجعت بعد كده قالت لأ أنا ما كانش فيه أي فيروس قبل ما أبدأ في قصة إيناس عز الدين أنا عايز أحييكم اتفضل أحيي جهود كل كاتبة الإعلام وكاتبة الصحة والجمال أشكرك جميع القضوات أنا أحييكم جدا 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 على مجودكم الرائع في دعوية الناس أشكرك وإنتوا برضو أعتبركم في الصف الأولى في الإعلام لكن أنا عندي للأسف يعني عتاب الأحبة على الإعلام إن دعونا ما اتفضل إن الطريق لأجواننا المفروض بالنواع الحسنة وإن فيه كان فيه ظهرت بعض الدعوات من بعض المتخصصين في كبرى البرامج للترويج للشائعات وربط الخرافة بالواقع المريض اللي احنا بنعيشه لمكافحة فيروس كورونا زي الترويج لأكلات مصرية تمنع لصف الفيروس كورونا وقالت الدكتور يكون ممناسبة وجوده معنا يعرفنا مدى هذه الخرافة إذا كانت هي خرافات رغم إن منظمة الصحة العالمية والمتحدة حذرت من تلك الخرافات وقالت إن الأكلات زي الفول والشاي والطعمية والشلولة ودوك اللي لقى فيه كبرى الدرامج الكبيرة في الإعلام وكان إعلام كبير وقال إن هو بيكافح الكورونا طبعا أنا عايز يعني تتصد لهذه الشائعات وما نروكش بيها يعني ده عتاب المحبين يعني أكيد طبع وانا بحييكو يعني لكن أنا عايز أقول بالنسبة للناس عز الدين هي مطربة مغمورة حابة حاول أن هي يعني توصل للشهرة بطريق لو على حتى على جثث أبناء وطنها فالدعم إصالاتها في الكورونا وليس دي أول مرة واللي بيقول إن هي بتنتقد لا اتجاهاتها السياسية معروفة وجدت بمهادمتها لمؤسسات الدولة معروفة وموجودة على تفحاتها وإنها كلها مشايرها وعارفين إتجاهتها السياسية إن هي ضد الدولة أنا قدمت بلاغ فيها لإنها بالعام بمهاكمتها وتطبيق مواد الاتهام اللي أنا سكرتها في البلاغ وإن أنا صرفت بحبسها ولكن برضو أنا النقطة المضيئة إن أنا لما قدمت إنذار لدقيب الموسيقيين الأستاذ الكبير إن أنا العظيم المسؤول هاني شاكر قدمت إنذار ليه بوقفها أو التحقيق معاها أو شب حتى عضويتها ده طبقا للقانون أنا مش بديع عليها شيء يعني فكان مشكورا الموسيقيين الفنان الكبير هاني شاكر ومجلس النقابة الموسيقيين أصدروا قابة بوقت أو المطلبة المغنورة الناس عز الدين اللي ادعاها لصابتها بالطولة مش دي أول مرة لصابتها بمرض خطير بصابة إن هي أدعت إصابتها بالسرطان وإن كده يعني عملت حاجات كتيرة أول عشان تصل للشهر يا سيد مش وقت الكلام دوت البحث على الشهر مش على جسس الوطن وعلى اللي يخدمه إتجاهات إتجاهات خارجية معاذية للدولة إحنا مقرد الفيديو ده ما نزلته كان كل سؤال وكل قرارات الخلال بتتجر بهذا الفيديو العقيم بيقدر مجهودات الدولة العظيمة وأنا عايز أقول لها حاجة يا ناس أنت ست وفي ست تانية عظيمة ست اسمها مش عقول إزاها هي وزيرة الصح اللي اختارت ان تحارب في معركة كورونا من قلب المعركة ما هو يا أستاذ أيمن دي ست مصرية أه طبعا هو ما فيش مكرنة يا فندم هو ما فيش مكرنة دي واحدة بتتاجر بمرضها عشان توصل للشهرة وطبعا وزيرة الصحة مشكورة على رأسنا بتحاول إنها تنقذ نعم الوباء واللي احنا فيه فهو ما فيش وجه مكرنة ما عملوش الرجال يا أستاذة نانسي أكيد شكورة المعركة بقلب خارس ست مصرية عظيمة نرفع لها القبعة شكورة شكورة لكن شايفين أهوية دي السبت المصرية الحقيقية مش المصرية المغمورة اللي بيتجر بمرضها أو اتعاء مرضها هو اللي بيتدعي المرض اللي بيتدعي المرض المرض بيصيبه فالله أعلم الله أعلم الله أعلم كانت نيتها إيه أو بتفكر في إيه وقتها بس أنا عايزة أقول لحضيك على حاجة أني مش هي بس اللي بتعمل كده لأسف ده فيه عندنا نمازج كتير بدأت تعمل كده ومش خايفين حتى على نفسهم المرض يعني حتى ممكن الشهرة هتوصلهم لإيه ولا حاجة ما ممكن يتشهروا والفيروس يجيلهم وفي الآخر ما يلحقوش أصلا يعني يتهنوا بشوية الفولورز أو الفانز اللي هم عايزين ياخدوهم أنا أنا فخامت الرئيس بس أنا عايز أقول لحضيك على حاجة فخامت الرئيس عفتاحي سيتي قال احفي حرب حيائلية في مقدماتها الأطباء ودي وزيرته الصحة سيتينا سالة عظيم أنا لمكافعة هذا المرض أنا من قلب الأماكن المبوعة في الفيروس وإن برضو دول إعلام مهم جدا فأنا عايز يعني سؤالي أو بداخلتي كانت للدكتور باسم الحماد إنه يوضح للناس الشيعات اللي بتتنائل على إن في بعض داكات المطرية يعني بتفيد في علاج فيروس كورونا من عدمه رغم إنها في ذلك أشكرك أشكرك جدا أشكرك حضرتك جدا على المداخلة يا دكتور باسم دكتور باسم دلوقتي بقى عندنا كارثة الناس اللي التاجر بالمرض ويعني تمارده فتمرده والناس اللي كل شوية كل واحد يطلع يقول إن فيه علاج معين بأكلة معين يقول لك فيه يعني بلاش نسمي بلاش نقول اسمه معين سيقول لك حط الملوخية على اللمون على مش عارفة إيه فدى علاج للكورونا هل فعلا فيه حاجة علاج للكورونا بالأكل بملوخية على اللمون ما فيش أي حد مهما كان هو يعني يواصل لإيه بالنسبة للعلم يقدر يقول أنا عندي علاج للكورونا عشان يتعمل يعني احنا طبعا المرة اللي فاتت اتكلمنا الحمد لله رب العالمين أنا واخد جيزة الدكتور مرتجة أحسن بحث علمي من الأكدامية الطبية العسكرية سنة 2005 واخد هارولد إيلس برايس اللي هي من جامعية الجراحين الدولية أحسن بحث علمي نوشر سنة 2006 أي أبحاث علمية عشان تبنى على أساس مظبوط لازم يتعمل لها هيكل معين تمام والهيكل اللي بيتعمل دوت بيتقال فيه الأول شرح معين للحاجة وبعد كده الهدف من الحاجة وبعد كده الماتيريال الماتيريال الزمية احنا استخدمنا إيه عشان الحاجة ديت وعملنا إيه في دوت وما ينفعش إن احنا نقول إن بحث علمي احنا عملنا جربنا على أنا جربت على نفسي ولا جربت على خمسة انفار ولا جربت على مية حتى لازم يكون عندي في الآخر حاجة إحصائية تمام والإحصائية دي لها متطلباتها عشان الإحصائية دي تطلع نتائج معتمدة تمام إن هي تكون حاجة اسمها Statistically Significant يعني إحصائيا مميزة بتكون عدة أربعة في المية أو خمسة في المية تمام بدون وجود البحث بهذا الشكل يبقى كل اللي إحنا بنتكلم فيه دوة كلام لا يخرج عن يعني نقدر نقول زي الدجل أو السحر والشعوز تمام إن أنا عندي حاجة معينة تركيبة معينة أنا بعمل التركيبة ديت وتركيبة ديت تعالج فيروس كورونا وهو أصلاً فيروس مستجد لو كان في حد وصل لأي علاج من العلاجات ديت كان أعمل حاجات كتير طب ده بالنسبة ده بالنسبة للناس التي تطلع تقول الأكل المفهول ده علاج فيروس كورونا إحنا ممكن نقول إن فيه أكلات معينة بتقوي المناعة بالزبط كده لكن ما بتعالجش يعني بالزبط كده فيه حاجات معينة مثلاً أثبتت قبل كده أبحاث فعلاً اتعملت إن الحاجة ديت بتقوي المناعة زي مثلاً أنواع من الفيتامينز أو أنواع من الفيتامينيات المعينة فيه حاجات كتيرة جداً تعملت عليها أبحاث أثبتت فعلاً الأبحاث إن هي بتقوي المناعة بس هل بتقوي المناعة دي تقدر تقاوم الكورونا ولا ما تقدرش تقاوم الكورونا دي ما أثبتتش فما ينفعش حد يطلع يقول أنا أقدر أعمل أو أقدر أعالج طيب إحنا عندنا ودي حاجة أنا كنت اتكلمت فيها على القناة عندي إن فيه أبحاث فعلاً اتعملت على إن الليزر يقدر يعالج النيمونيا النيمونيا اللي هي الالتهاب الرئوي ودي أبحاث فعلاً مثبتة تمام؟ العلاج بالليزر ده في الكلام ده حتى كان إيفن سنة 2001 إنه هو يعالج الكلام ده أو يقلل من الأعراب بتاعت النيمونيا هل أقدر أن نطلع نقول إن الليزر دوت بيعالج الكورونا؟ لا يمكن لازم يتعامل بروتوكول والبروتوكول دوت يقدم إلى هيئة بحسية ويكون الهيئة البحسية دي عندها الحالات اللي موجود عندها الحالات بتاعت الكورونا اللي يتعمل عليها ده وساعتها نقدر نقول إحنا ممكن إن إحنا نقلل الأعراض بتاعت الكورونا ولكن لا يوجد علاج بمعنى كلمة علاج علاج دي معناها إن إحنا نكون وصلنا إلى فاكسين معين تمام؟ بندهي عشان نعالج الكورونا أو مش فاكسين يعني ده بيبقى الفاكسين ده يحمي من الإصابة إنما إن يكون في حاجة زي أنتي باديز أو حاجات مني كل الكلام دوت كله قيد البحث في الوقت الحالي ما فيش أي حاجة بتدل على إن فيه علاج للكورونا ولا فيه أي أبحاث أثبتت إن هناك علاج للكورونا طيب فيه بقى سؤال مهم جداً دلوقتي كل الناس بتسأله إزاي أقدر أفرق بين البرد العادي وإني أنا عندي اشتباه في أعراض فيروس كورونا طيب إحنا برضو المشكلة في التفرقة في البرد العادي حتى لو كان ميلد ما نقدرش إن إحنا نقول إحنا نقدر نفرق ما بين دوت ودوت لأن الأعراض بتاعة البرد هي الأعراض بتاعة البرس كورو بس مش كلها يعني مثلاً فيه ناس يعني إحنا عايزين ناخد من حضرتك طبيب الفرق لأنه مش عايزين نسمع من برد ونقول مثلاً إحنا سمعنا أقولنا فيه راني نوز أو فيه راشح راني نوز أربعة في المية فقط لغير أربعة في المية سخونية السخونية والسخونية برضو مش شرط إن توصل لدرجات الحرارة العالية إلا في حالة إن الحالة تطورت لي إن هي دخلت في حادة أو حرجة عادة الإصابة بأي فيروس بتبقى درجة الحرارة ما بين 37 و38 ده في البداية تمام طبعاً إحنا برضو عندنا فيه مشكلة إن إحنا بنقيس 37 دي إحنا بنقولها لما بنقيس بالترمومتر تحت اللسان إنما الترمومتر اللي بيبقى من بره أو الترمومتر اللي بيبقى من تحت الباط دوت بيبقى 36 ونص تمام أو من 36 ل36 ونص أعلى من 36 ونص يبقى ساعتها يبقى محتاج أن أنا قيس من تحت اللسان عشان أتأكد أساسا هي 37 وقدي إيه لأن برضو الإصابات بالفيروس في الفترة الأولانية ما بتزيدش كتير ما بتوصلش إلى 39 39 ونص ديت بتكون في الحالات اللي اتطورت إنما في البداية أو في السبع تيام الأولانيين بتبقى درجة الحرارة مبين طالما ما حصلش أو البيشنت أو العيان ما عندوش حاجة في المناعة أو من الناس اللي هما ساسابتبل أولا خلينا نتكلم على الناس اللي هما عندوهم قابلية الأول حاجة خالص الناس اللي عندها أمراض القلب والأواعي دموية تاني حاجة ده تبقى من المنظمة الصحة العالمية مش كلامي تاني حاجة المرضى السكر الانكنترولد اللي هو السكر بتاعه مش مصبوط بصفة مستمرة عالي أو واطي؟ السكر بصفة عامة بيبقى ما فيش واطي السكر بيبقى أنه هو السكر بتاعه بدأ أنه هو يبقى أعلى من 180 أو بدأ أنه هو يبقى موجود عنده سكر أعلى من 180 كده تالت حاجة بتكون الأمراض الصدرية ورابع حاجة بتكون اللي هما مرضى الضغط وخامس حاجة بتقول مرضى الضغط العالي والواطي؟ الضغط العالي الضغط العالي تمام اللي ياخدوا الفيروس بسهولة طبعا مضاف إليهم الناس اللي عندها المناعة قليلة لأي سبب من الأسباب سواء العلاج بالكورتيزون أو أمراض المناعة طبعا المرضى بالأمراض المزمنة بيبقى صعوبة التعافي مع صعوبة التعافي بالضبط بس برضو يا دكتور إحنا برضو لسه ما كملناش إيه هي الأعراض اللي الناس تطلع تقول أنا كده ممكن يكون عندي اشتباه كورونا الأعراض إنه يكون فيه ارتفاع بسيط في درجات الحرارة درجات الحرارة ده برضو من الحاجات اللي كانت منظمة الصحة قالت حتى أيضا بالنسب بتاعتها والحاجات دي برضو موجودة عندنا في السايت بتاع البوابة الحكومية اللي هي فتحة بالنسبة للأعراض موجود الحاجات دي التهاب الحل والزور ده بيكون موجود في حدود من 35 إلى 40% من الحالات الكحة النشفة هي أكتر حاجة الكحة النشفة كشان في ناس كتير بتخاف من الكحة في العموم لا لو انت الكحة سببها ان انت عندك مشكلة في الصدر وفيها بلغم فده انت كده ما عندكش كورونا منقلقش أبدا المدخنين أساسا برضو في نفس الوقت يعني بيكوحوا من غير أي حاجة يعني انا برضو مش مجرد ان انا كحة كحة نشفة يبقى انا لا لازم يكون في ارتفاع في درجة الحرارة موجود معاها لازم يكون في او النقطة المميزة جدا برضو ان بيكون في واجعة في المفاصل والعضلات ودي برضو بتبقى في نسبة كبيرة جدا هنا كمان بيبقى في الموضوع ده بيكون في اول سبع تيام يعني انا دلوقتي عدا معايا سبع تيام انا ما تحسنتش هنا بقى يبقى في بزرق عندي اشتباه كورونا لكن غير كده تبقى اعراض اعراض عادية جدا لان احنا عندنا فيروسات كتيرة جدا غير الكورونا موجودة في الوقت الحالي موجودة في الوقت الحالي خلينا بقى نكمل الفيروسات ان شاء الله بحلقة تانية ويا دكتور شرفتني ويا رب دايما نقدر نفيد الناس بمعلومتك الجميلة المفيدة واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الحلقة واي حد عايز يسأل دكتور باسم اي سؤال انتظرونا في الحلقة الجاية ان شاء الله في برنامج بيختصار كل يوم اتنين ساعة ستة مع نانسي المغربي سلام عليكم